ومثل العلم لن تلقى خليلاً وأهل العلم نعم الأصفياء على أشرف مشهول على التوحيد نفسه ثم الملائكة أشرف الخلق على الإطلاق ثم بعد ذلك العلماء دلال على منزلة العلماء وقد قال الله جاء الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الإجابة لا لا يستوون شتان شتان كما قال النبي سلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب شتان شتان بين القمر وبين سائر الكواكب وحديث النبي سلم حديث معه في الصحيح يعني من يرد الله به خيراً هذه إحاطة الخير في هذا من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين وقد قال النبي سلم إنما أنا قاسم والله يعطي ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيماً إلى خيام الساعة عندما قال من يرد الله به خيراً يفقه في الدين يعني استقامة هذه الأمة على العلماء لما يحاربون طالبة العلم لما يردون تمصى نور طالبة العلم لما؟ 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 لما يحاولون التشويش على طالبة العلم لماذا يحاولون إجهاض ترفع الناس وتقدم الناس في طلب العلم لماذا الله المستعان ناس قالوا الله لا ليس كذلك ده الوسط المنتزم لأنا بتكلم عن الوسط المنتزم الوسط المنتزم اللي بيرفع عرائت غير رائت النسلم لا يريد طلبة علم هو يريد ناس تمس ناس شفاههم عشان يستطيع يقول له يمين يقول له حاضر شمال حاضر عشان يكون إمعة جاهز لماذا لماذا والأمة مرتكزة على طلبة العلم لماذا وقد قال النسلم لا يزال أم الأمة مستقيما استقامته لا تكون إلا على من قال فيه في أول الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والنبي السلام لما قدم ابن عباس رضي الله عنه أرضام الوضوء للنبي السلام احتضر وقال النبي السلام أعجب جدا بفعل ابن عباس وكان ابن عباس يعني هذه الإعجاب كان من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر جلل فهو أنه ابن عباس لما قام يصلي من الليل جاء عن شمال النسلم فأخذ بوذنه وجعله على على يمين الأمر الذي كان قد أثار إعجاب النسلم جدا فقه ابن عباس لأن النسلم يأخذه إلى الأمام وهو يتراجع فيقول له النسلم بعد السلام لماذا كنت تفعل ذلك؟ قال يا رسول الله أو يصح لمثلي وهو بجانب من كان بمثلك أن يتقدم ويكون بإحذائه فأعجبه ذلك واحتضر وقال اللهم وفقهه في الدين وعلمه التأويل لذلك نحن سنعفض اليوم جملا من أقوال وأثار الصحابة والتابعين بفضل العلم والعلماء وفضل العمل لأن العلم الذي لا يوجب عملا لا يصح للإنسان أن يستجد منه بحال من الأحوال وإلا فهو إلى هوة سحيقة وإلى فضيحة كبيرة وإلى تقريع وتوبيخ ثم يلقى بعد ذلك به في النار أقول هنا عن عيسى عليه السلام عليه وعلى نبينا عبد الرسول في السماوات قال من علم وعمل وعلم فذلك يدعى في ملكوت السماوات عظيمة من علم ثم عمل ثم علم يدعى في السماوات عظيمة وهذا هو العالم الرباني هذا هو العالم الرباني قال الله رعلا سورة العمران وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير بعضهم قال الربانيون وهذا لا يصح لكن كونوا ربانيين قال كونوا ربانيين ولكن ما كان يشعر أن يدعى الله الكتاب والحب والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله وذلك كونوا ربانيين قال الرباني هو العالم الذي تعلم العلم ثم تعبد به ثم نشره بين الناس وخيره الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره وهذا لا يكون أيضا إلا بعد إتقان العلم مع العمل لأن العلم لا يثبت متقنا إلا بالعمل لا يمكن الله يعني يبين ذلك حفظ القرآن لا يكون بالتثبت حقا إلا بالعمل قال الذين يتلونه حقه تلاواته قال ابن عباس الذين يحفظون حروفه ويتبقون حدوده ولابد أن يعمل به فقال فيودع في السماوات عظيما عن ابن عباس رد الله عن رضاها قال خير سليمان عليه السلام سليمان ابن دود خير سليمان بين الملك وبين العلم فاختار العلم فأعطاه الله جل في علا فوق العلم الملك والمال انظر أخي الكريم هذا مصدق لحديث علي بن أبي طالب موقوفا مرفوعا من انشغل بالله كفاه الله وكل الهموم أخي الكريم لا ترفع بصرك إلا للسماء دعك من كل من يشوش عليك هذا الخير دعك من كل من يخوفك بالمال أو بالزواج أو بالفقر وأنت وأنت لن تضيع أنت في كنف الله أنت موظف عند الله للفعلاء والله يقول ويطمئن قلبك وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السنة عن النبي سلم أنه قد نفت في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتق الله وأجمله في الطلب قال النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن البشرية بأسرها بأنه قد عمل لله وعاش لله وما كان له إلا الدعوة إلى الله جل في علاه قال وجعل رزق تحت ظل رمحي وقال لا مرزق ألا محمد كفافة انظر الأخ الكريم إلى أبي أريرا رضي الله عنه وعرضاه كيف كفاه الله كل الهموم قال للنبي سلم أغتصي ما استطيع أن يتزوج ما عنده شيء كان يلازم رسول الله على شبع بطنه وما استطيع أن يتزوجه لذا يتزوج قال فعلت أو لم تفعل ما قدره الله دلعالى سيكون لكن من تزوج أبو أريرا ترى تزوج الأميرة التي كان يعمل عندها لأنه كان أحفظ الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل إن شغل بالله فكفاه الله كل الهموم سليمان خيره الله بين أن يكون علما أو يكون ملكا خيره بين العلم والملك فاختار العلم فلما اختار العلم ماذا حدث رأينا الله دل في علاه قد أعطاه الملك والمال أكد أخي الكريم كما قال السوري هذا العلم شريف يذهب المرء به بشرف الدنيا والآخرة فمن أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها وقال عمر بن عبد العزيز من عمل بغير علم كان ما يهدم في الدين أكثر مما يبني نعم من عبد الله على الجهل وقع في الشرك لا محال برسيس العبد جلس ومكس دهرا يعبد الله جل في علاه على جهل ثم أشرك بالله سجد بعد ذلك للشيطان لأنه عبد الله على جهل لذلك كان الإمام أحمد وهذا نقل الإمام ابن القيم عنه يقول العالم الفاسق أنفع للأمة من العبد الجهل انظر العالم الفاسق أنفع للأمة من العبد الجهل هذا كلام قريب من كلام ابن القيم لماذا؟ العابد الجهل هذا بجهل يغر غيره ويعبدون الله على غير علم لا بد أن يقع بالشرك لا بد وأما العالم الفاسق يستنير الناس بعلمه وهو فاسق في نار جهنم لكن الناس سيستنيرون بإيش؟ بعلمه لذلك طالع عمر بن عبد العزيز من عمل بغير علم كان ما يهدم أكثر مما يبني ومن لم يعد كلامه من عمله كثر الخطاياه والصبر من اليقين يعني الصبر والجلد على الطلب أنت إذا صبرت واعلم أن النصر مع الصبر وأيضا رويا عن بعض العلماء وهو أبو واكر بن عبد الرحمن قال من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خبرا أو يتعلم خيرا أو يعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد بسبيل الله أنا أقول وأدين الله هو أفضل من المجاهد في سبيل الله لأسيما وقد أتانا أثر أيضا عن ذلك عن بعض العلماء قال كالمجاهد في سبيل الله يرجع غالما والصحيح الرارح في ذلك أنه أفضل من المجاهد قال على القمة ابن قيس لأن أغدو على قوم أسألهم عن الله ويسألوني عن الله تعالى أحب إلي من أن أحمل على فرص في سبيل الله عز وجل قال لأن أغدو في قوم يسألونني عن الله عن صفات الله وأسألهم عن الله خيروا للمنا أن أحمل على فرص في سبيل الله أقول إخواتي الكرام هناك حديث حسن ven Blebar وأنا أدين الله به قال مداد العلماء أشرف عند الله أو قال أعظم عند الله من دماء الشهداء قال مداد العلماء أشرف عند الله أو أعظم عند الله من دماء الشهداء حقه الله العيش في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله أنتideحظه تموت وتنتهي والمجاهد يجاهد لثغر من صغور الإسلام وأنت تجاهد في كل صغور الإسلام شمس البدعة قد أطلت فلابد من فرسان الميدان الذين يشرون سيوف الحق وصيوف السنة لمحاربة هذه البدعة قال أيضا عمر بن فطاب رجل العظام إن الرجل لا يخرج من بيتي وعليه من الذنوب من تجاب التهامة فإذا سمع العلم خافة واسترجع على ذنوبه فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب فلا تفارقوا مجالس العلماء هذا من وزير النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة طلبة العلم قال لا تفارقوا مجالس العلماء قال يزيد الرقاشي قال القمان لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم برفبتيكة فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء وابل العلم أفضل من وابل السماء لأن وابل السماء فيه أقوات وأرزاق الأبدان وابل العلم فيه أرزاق القلوب وحياة المرء مرهونة بقلبه ربكم أعلم بما في نبوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا في الوقت الأخرى قال لقمان لابنه يا ابني أغضوا علما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن القمسة فتهلا وهذا قول ورد عن ابن مسعود قال كون علما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فإيش فتهلك الرابعة أنت تبغد أهل العلم لذلك قال ابن تمية أسوأ القلوب قلبا الذي يحمل على أهل العلم هم هو كلاء ابن سلم والوكيل ينزل منزلة الأصيل إنما العلماء هم مرس الأنبياء وإن الأنبياء لم يعيثوا ذرها من ولا دنارة ولكن مرسوا العلم فان أخذها وأخذها بحظ واسر قال اسمعيل ابن أويس سئل مالك فقيل له يا أبا عبد الله أي شيء أفضل ما يصنعه العبد قال طلب العلم والفقه هذا أفضل شيء على الإطلاق رأيت لا مال لا جاه لا رياسة لا وجاهة لا شهرة أفضل ما يمكن أن يصنعه المر هو طلب العلم والفقه قال الإمام مالك طلب العلم والفقه أما سمعت قول الله جل في علام قال ليكفقه في الدين ولينزلوا قومهم إذا رجعوا إليهم قال رجل أبي غيره أريد أن أتعلم العلم أخف أن أضيعه أنا أريد أن أتعلم العلم وأخف أن أضيعه فانظر إلى إجابة السديدة من أبي هريرة رجل الله عنه وأرضاه قال كفا بتركك له تضيعا كفا بتركك لطلب العلم تضيعا قال أنا أريد أصبح لكن أخاف إذا تردت العلم أضيعه لا أعمل به قال كفى بتركك له إيش إذن المهمة عظيمة والأمر جلل والخطب عظيم لسيما في هذه الأونات وهذه الزمنات على المرء أن يجد ويجتهد بعدما طارت ألسنة الدعاء إلى السماء وانخفضت ألسنة العلماء وقد خبئوا أو اختبأوا قصروا أو قصر في حقهم لكن لا بد أن يتصدر العلماء هذا دين أدين الله به وحاربوا من أجله أقفوا حتى يصل المرء إلى نصابه لأن هذا أو هذا الأمر إلى نصابه لأن هذا الذي يرد الله لأن العلماء هم سادة الناس ولأن العلماء به من نجاة ولأن العلماء هم الذين يظهرون سنة النبي الحق وعندما تتلاحم الفدا وتأتي تطرى لا نجاة ولا سداد ولا فلاح ولا رشاد إلا بالعلماء لذلك لابد أن يعلم الناس مكانة العلماء قال أعطاء قال موسى يا رب أي عبادك لك أخشى قال أعلمهم هذا مثل ما قال الشعب عندما مر على أناس قالوا يا عالم قال انظروا ما تقولون إنما العالم الذي يخشى الله وقال قول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء قيل للقمان أي الناس خير قال مؤمن غني قال أو في الغنى خير وغنى المال قال لست عن ذلك إيش أعني لست لذلك أعني لا لست غنى المال قال غني العلم هذا أفضل الناس على الإطلاق قالوا أي الناس خير قال الغني قالوا وما الغني قال غني العلم هم قالوا غني المال قال لا غني العلم قال غني العلم لأنه قال إن احتيج عليه ورد عنده العلم وإن استغني عنه كف نفسه وكان جميلا بعلمه وأيضا قد ورد عن علي بن أبي طالب رجل عبدالله وقال أولى الناس وهذا كلام من ذهب احفروا على صدوركم أولى الناس بالأنبياء هم العلماء أولى الناس بالأنبياء هم العلماء لأنهم أعلم بما جاءوا به أرأيت قول الله جل في علاه إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين أمنوا قال للذين اتبعوه وهم لا يتبعونها إلا بعدما علموا ما عنده وما جاء به فلذلك قال هم أولى الناس هؤلاء هم أولى الناس بالأنبياء قال أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا ولذلك هم أولى الناس للأنبياء ونحن دائما نقول الوكيل ينزل منزلة الأصيل بعض الحكماء يقولوا كلاما من ذهب ليت شاعري قال ليت شاعري أي شيء أدرك من فاته العلم وأي شيء فاته من أدرك العلم والله هذا لا يعلمه إلا اللبيه الأريه يقول ليت شاعري أي شيء فاته من أدرك العلم لا شيء العلم في كفة والدنيا بأثرها في كفة أي شيء فاته من أدرك العلم وأي شيء أدرك من فاته لا شيء لأن الدنيا حقيرة دنية قال فيها الله جعل وضرب لهم مثل عاد الدنيا كمان أنزلناهم من السماء فاخترت أبينا بات الارضي فأصبح عشما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا قال الإمام الحسن البصري والحسن كلامه كان عليه نور النبوة قال لولا العلماء لكان الناس كالبهائن رأيت حاجة الناس إلى الهواء أشد من حاجته إلى الماء والهواء قال لولا العلماء لكان الناس كالبهائن وقال بعض الحكماء العالم سفير بين الله وخلقه فلينظر كيف يكون اللهم اجعلنا من هؤلاء ونسأل الله جعلنا نسبتنا عليكم على الصلب فروا ابن المبارك عن سفيان السوري أنه قال ما يراد الله بشيء أفضل من طلب العلم واما طلب العلم في زمان أفضل منه في زماننا لانتشار العلماء سيل لبعض الحكماء أيهما أفضل العالم أم الغني الأغنياء أفضل أم العلماء فقال العلماء فقال الرجل يستشكف سؤال جميل جدا قال من الأفضل العلماء أم الأغنياء فقال له العلماء فقال له يا إمام ما بالنا وأنت تقول بأن العلماء أفضل من الأغنياء نرى العلماء على أبواب الأغنياء المصيبة هو طبعا الإجابة من وجهي الإجابة أنه لا تنزل عن علم والشرف الذي هم فيه والإجابة الأخرى التي أعجبتني جدا إجابة العالم قالوا له أنت تقول العلماء أفضل الأغنياء ما بلون نرى العلماء على أبواب الأغنياء فقال وأجاب الإجابة عظيمة جدا لمعرفة العلماء بفضل ما عند الأغنياء وبجهل الأغنياء بفضل ما عنده العلماء لأن العلماء يعرفون فضل المال نعم المال الصالح للرجل فينصحونهم بأن ينفقوا المال في سبيل الله وأما الأغنياء زايدوا في العلماء لأنهم يجهلون الآلئ التي عند العلماء فبين الفرق من أمرين من وجهين الوجه الأول أن العالم يعلم فضل المال نعمل مال الصالح للرجو الصالح والجاهل يجهل فضل ما عند العالم من إرث النبي صلى الله عليه وسلم قيل لعبد الأبن المبارك إلى متى تطلب العلم قال حتى أموت إن شاء الله لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها هذا كما قال ابن عيينة بسامن صحيح قال العالم النبيل تعرف نبل العالم من وين العالم النبيل هو الذي ينتهز الفرق إن قابل من أه منه أعلم منه جلس تحته فتعلم عليه وإن قابل من كان قريلا له دارسه مذاكرة لحفظ العلم وإن قابل من هو أدنى منه أعلمه العلم لذلك ابن المبارك قال يعني إلى الموت ولذلك المعحب نقل عنه أنه قال لما قال له يا إمام دار الدنيا مرتين من أجل المسند قالوا يا إمام إلى متى طالب المحبرة إلى المقبرة وهذا الذي حدث مع أبي زرعة وهو على فراش الموت وأبو حاتم يريد يلقنه ما يستطيع كيف يلقنه فخطأ نفسه في حديث عن النبيل سلم خطأ نفسه بروايا حتى قال أبو زرعة لم يكن على هذا الاستقامة لم يكن الأسناد على هذه الاستقامة ثم قال حتثني فنعم 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 أنه قال من كان أخذ كلامه لا إله لله دخل أجيب فمات من أختي وفق وسد عاشوا على شيء فماتوا عليهم هؤلاء قوم عاشوا على شيء فماتوا عليهم نعوذ بالله من المخذلين نعوذ بالله من الذين يتقاعصون ثم ينضحون بالتقاعص على الناس هكذا المسألة مسألة تربوية تدعى أو قل قاعدة تربوية عند أهل التربية يقولون قاعدة الإصطاد الكسول ما يحبش المشتهد هو يريد أن كل الناس تكون إيش كسالة لأن الكسول حيترف عليه المشتهد هو ما يريد أحد يترف عليه قلنا يا أخي بدل ما تجعل التقاعص يكون في المشتهد كن أنت إيه مشتهدا متنافسه بذلك فليتنافس المتنافسون أقول صفيان بن عينة يقول أحوج الناس إلى طلب العلم أعلمهم الله أحوج الناس إلى طلب العلم أعلمهم لذلك الحفظ من حجر قال في فتح الباري قال لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب ما جد في الطلب قال قتابة لو كان أحد يتفي من العلم بشيء لاتفى موسى عليه السلام بما عنده ولكنه طلب الزيادة قال هل أتبعك على أن تعلمني مما ألمت يقولت مع أننا بإجماع نقول أن موسى أعلم من الخضر لكن ما عنده العلم الذي عنده الخضر لذلك وقف تابعا وهو أفضل منه يعني هو أعلم منه بإجماع وهو أفضل منه بإجماع على هذا إن قلنا بأن الخضر إيش من الأنبياء وهو أفضل منه أن هذا من أولي العزم من الرسل أما إن قلنا من الأولياء فالأمر منتهي فانظر كيف لنبي يقف على باب ولي أو يقف على باب عالم نبي ليتعلم منه العلم الذي عنده لذلك قال له الخضر قال أنا على علم أعلمني الله لم يعلمك إياه وأنت على علم أعلمك الله لم يعلمني إياه قال أيضا قال محمد بن كعب أن رجل سأل علي بن أبي طالب رجل مرضى عن مسألة فقال فيها وقال الرجل ليس كذلك أمير هونين ولكن كذا وكذا فقال علي بن أبي طالب أصبت أنت وأخطأت أنا وفوق كل ذي علم عليم لا التشويش بقى ولا التابيش قال أصبت أنت وأخطأت أنا وفوق كل ذي علم عليم سأل رجل من أهل كوفة أبا حازم عن شيء فنظر إليه ثم قال له الذي يضع العلم عند غير أهله كالذي يتغنى عند رأس الميل وأذا أصد من قول الإمام مالك قال يا أهل العلم لا تضيع العلم قالوا يا إمام وكيف نضيع العلم قال أن تدعوه في غير أهل الله ما جعدنا جميع من أهل يا رب العالمين قال أعطاء دخلت على سعيد بن المسيب فوجدته يبكي كثيرا وأنا أكلمه ويبكي وأكلمه ويبكي فقلت له ما يبكي قال أرأيت الناس لا يسألونني شيء يا لا يسألوني مسائل من العلم يبكي لأنه ما في أحد سأله مسألة العلم وهذا طبعا له تفسيرات كثيرة جدا إما أنه خشي على الناس أن يكون زاهد الناس فيما عندهم من العلم وهذا ضياع للناس بأسرهم أو يكون قد قضح فيه وهذا بعيد لأن سعيد هو سيد من سداد التابعين وأعلم التابعين ومن الزهد بمكان ومن النبل بمكان ومن الفقه بمكان ومن العبادة بمكان أو يقول بأنه إن لم يسأله أحد يضيع العلم هذا اسمه تمرس العلم هذه المدارسة يبكي أنه لا مدارسة فالمدارسة مهمة جدا لطالب العلم نسأل الله على أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء قال علي بن أبي طالب لا خير في الصمت على العلم كما لا خير في الكلام على الجه إن كنت علما لا تسكن لابد أن تتكلم وهذا قد قالها قالها هذه الكلمة قالها ابن ذقي العيدش ابن تيمية عندما سمع به فلما نزل إلى مصر ذهب إليه ابن ذقيق فأعجب به جدا ابن ذقيق هذا كان ليس مفخر مصر هذا كان قل كنيف مأمولي أعلما الإمام ابن ذقيق العيد كان رجلا فحلا حقا كان مالكي المذهب ثم شافعي المذهب كان محدثا كان أصوليا لغويا كان فحلا حقا أملى كتاب الإحكام شرح حمد الإحكام إملاء وهو جالس على كرسي والمسلم يأكتب وهو يملي الكتاب وهذا الكتاب لم نجد مثله عند المتأخرين بحال وعند المتقدمين هو يقارب كتب المتقدمين لا يمكن أن تراه إلا من عالم فح وهو يملي هذا أم لهذا الكتاب ذقيق العيد كان بحرا من العلوم لما دخل عبد المتامية أعجب به جدا لما خرج قالوا له قابلته قال نعم قابلته قالوا له تكلمت معه قال نعم قالوا هل تكلمت قال لا قالوا ليما لم تتكلم قال رأيته يحب الكلام وأنا أحب السكوت الصمت مع علم ذقيق العيد عالم كيف يصمت بقول هذا التأويل معروف ابن دقيق العيد ورد علما يعني بحرا لا ساحل له عنده ابن تيمية ورد علما دقيقا قد غاب عن ابن دقيق العيد فقال السكوت أولى به حتى أتعلم من هذا الشب اليافع الصغير ورد ابن تيمية كان سائلا جرارا إن فتحته بباب لا يغلق في أي باب حتى في اللغة يعني هذا ليس تخصص وعلم آلة رأيت ماذا قال على تيباوي لما ترع الكسائي ولا من الذي كان يمدحه اللي كان يمدح ابن تيمية يبت فيه الأشعار كانت فيه أشعار متحة كبيرة جدا شديدة جدا لكن قرأ في كتب ابن تيمية أنه قال وأخطأ سباوي قال وتخطئ أمير المهمين في العربية تخطئ سباوي فابن تيمية قال له سباوي من سباوي هو نبي العربية جبريل جاءه باللغة العربية سباوي سباوي في كتابه اللي هو إيه كتاب تخص أخطأ في سبعين موضع ورجل مش متخصص يقول لسباوي المتخص أخطأ في سبعين موضع موضع هذا أمر ليس بالهيئ فلما نظر ذلك انقلب عليه الرجل لكن انظر إلى بح ابن تيمية لذلك ابن تيمية قال هو رأيت وحب وحب الصمت فكان إذا تتكلم في مسألة كان كالسيل الجرار لذلك قال ابن أبي طالب لا يصح الصمت للعالم كان معنى لا يصح الكلام مع الجاه العالم لا يسكت لابد أن يتتكلم ليظهر الحق لأن الحق مع العلماء قال عيسى بن مريم عليه السلام لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم ولا توقروها غير أهلها فتظلموها هي يعني لا تضع الحكمة في غير أهلها إن شاء الله مع باب الفضائل فضائل أبي بكر وأمر عثمان وعلي والصحابة أيضا في أبواب العلم هنا في الفضائل سنأتي بالمسائل العلمية التي فضلت الصاحب على غيره حتى يكون تمام الفائدة علمية ما يبقى شيء أمر أيضا في مسألة السيرة فقط بل سنتكلم عنها علميا وكيف دقة النظر الفقهي في المسائل التي قدمت هؤلاء العلماء من الصحابة على غيره يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أنقضى وانصرم فكن ما حيت ضنينا به فضنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم كثير يا أخيا حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك وعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وذابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك وعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وذابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم